أرحبا بكم من جديد أعلن ناطق رسمي باسم القوات المسلحة العقيدة الصوارمي خالد سعد أن مجموعة مسلحة متمردة قادمة من دولة جنوب السودان فجرت أندوب النفط بإدارية يابياي التي تقع مسؤولية تأمينها على قوات اليونسيفا وأكد الصوارمي أن المجموعة المتمردة تم تزويدها بتجهيزات هندسية من الجيش الشعبي وفي وقت لاحق أعلن وزير النفط دكتور عوض الجاز احتواء الحريق الذي شب في الأنبوب الفرعي بواسطة العمل التخريبي للتمرد وأشار إلى أن الوضع بالمنطقة تحت السيطرة مشهدا بجهود مهندسي وزارة النفط في إصلاح الخط لقي موقف السودان بشأن قلر إغلالق أنبوب نفطه جنوب السودان العابر أراضيه تجاوبا كبيرا لدى العديد من الدول والمنظمات بتقديم شرح لدواع القرار بدعومة بوثائق وأدل دامغة لاستمرار جوبا دعمها التمرد واحتلالها الأراضي السودانية وأشددت الدبلوماسية السودانية على التمسك بالإطار الإفريقي لحل قضاياها وسط تفهم لمواقفها في الأوساط الإفريقية والدولية بعد أن استنفذت كل الجهود الدبلوماسية لإقناع جوبا بكف أذها عن السودان بوقف دعم المتمردين والانسحاب من عدد من المناطق بالبلاد قررت الخرطوم قفل أموب نفط دولة جنوب السودان العابر لأراضيها إثر ذلك القرار انتظم أروقة الدبلوماسية السودانية حراك متسارع حراك دشنه وزير الخارجية علي كارتي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا كانت محطته الأولى سلم وزير الخارجية رئيس الوزراء الأثيوبي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي هالي مريم رسالتين رسالة من الرئيس عمر البشير تشرح موقف السودان في خلافه الأخير مع حكومة جنوب السودان الجانب الأثيوبي أبدى تفاهمه لموقف السودان أشاد هيلي مريم بتضحيات الرئيس البشير والشعب السوداني من أجل السلام وكيف أن السودان سهل عملية الاستفتاء وقبل بانفصال الجنوب بل ومشاركة الرئيس البشير في الاحتفال بميلاد الدولة الجديدة وعدت القيادة الأثيوبية بإجراء اتصالات بالأطراف ذات الصلة وبدل الجهد مع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامون بيكي للتقدم بمقترحات لمعالجة الوضع الراهن عبر السيد رئيس الوزراء الأثيوبي عن تقديره لحكمة القيادة السودانية وأشاد بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها القيادة السودانية موسداً في الرئيس عمر البشير والحكومة والشعب السوداني من أجل الوصول للسلام بدءاً بالتوقيع اتفاقية السلام الشامل وتطبيقها بشكل كامل حتى إجارة الشفتاء وانفصال الجنوب ومشاركة السيد الرئيس الجمهورية في الاحتفال باستقلال جنوب السودان وكل ذلك يدل على رغبة أكيدة حسب ما قاله السيد الرئيس الوزراء الأثيوبي رغبة أكيدة من السودان في تحقيق السلام الوفد السوداني برئاسة وزير الخارجية قدم شرحاً وافياً لدواعي القرار السوداني الذي جاء في ظل إصرار حكومة الجنوب لدعم المجموعات المسلحة وعدم انسحابها من ستة مواقع سودانية ولدى لقائه رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلامين زوما شدد الوفد السوداني على تمسك بلاده بالإطار الأفريقي لحل مشاكله وسلم زوما وثائق توضح موقف السودان في الخلاف بينه وبين حكومة الجنوب وقدم لها ذات الشرح وأعربت عن تقديرها لحرص السودان على إحاطة الاتحاد الأفريقي بتطورات الوضع وبحرصها على الحلول الأفريقية من جانبه أشاد مفوض السلم والأمن الأفريقي رمضان العمامرة بحيث سودان على الحلول الأفريقية فيما ينشب من خلافات بينه وبين دولة الجنوب الوفد السوداني الذي التقى أيضا برئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي سفير الجزائر حزب متابعين نجح الوفد في شرح موقف السودان في خلافه مع دولة الجنوب ترجمة نانسي قنقر